وهم عشان يصلوا المرحلة دي هم لازم يكونوا في مرحلة من الوعي والنضوج عشان هم يقدروا أنه هم بالضبط يعني أما سن 18 فعلا عشان كده بيطلقوا بيطلقوا نسبة عدد كبير جدا لأنه سن فعلا لسه ما وصلش لندوق الكافية صحيح دكتورة طيب دكتورة يعني هل يمكن غياب أهل الإصلاح الاجتماعي يكون سبب في إزدياد حالات الطلاق طبعا نحن بنقول هو الإصلاح الاجتماعي بقى سواء كان اللي هم المسلحين الاجتماعيين دولهم دورهم مهم جدا الاستشاريين دورهم مهم جدا زي ما قولك المفروض ياخدوا دورات إن شاء الله دورات مجانية أنت بقدر بقى لك المفروض تكون لهم دورات مجانية من الدولة هي اللي تعملها لهم مثلا تتبين لهم إزاي هي إيه الحقوق والواجبات والمسؤوليات ده هو ده الإصلاح الاجتماعي كلهم بقى يعني مثلا كلهم بقى يعني على قد بقى يعني مثلا يعملوا يقسموهم مثلا كده دورات طربوية دورات نفسية للزواج أنت تربي أولادك إزاي أنت نفسيا إفهم شخصية الآخر ونفسية الطرف الآخر إزاي أنت لو أوجيتك مشاكل تتوجيها إزاي ده تمهيد لمرحلة الزواج ده تمهيد لمرحلة الزواج ولو لزا تزوجوا يبقى في حاجة اسمها مثلا لو في مشاكل ممكن يحضوا دورات أسلسة على الزواجية